التراجع التاريخي لليورو أمام الدولار 1 يورو مقابل 1.02 دولار سيكون له الآثر على الاقتصاد الجزائرية الذي يعتمد أساسا على اليورو في عملية الاستيراد بنسبة 66% و 34% يتم استيرادها بالدولار جزائر تصدر بالدولار وكل مداخلها تقريبا هو بعمل الدولار وستستفيد في السوق الرسمية عندما تريد الدولار الجزائرية استيراد ربما المواد الغذائية مواد صناعية والأدوية ستستوردها بعملة الأورو وتكون هناك هامش ربح كثيرا بالنسبة للدولار الجزائرية غياب مكاتب صرف رسمية في الجزائر سمح ببقاء أسعار صرف اليورو مرتفعة في الأسواق الموازية قارنة بالأسعار الرسمية وهو ما سيحرم الخواص والأفراد الاستفادة من هذا التراجع بالنسبة للشركات الجزائرية خصوصا الخاصة والمستهلكين والخواص لا يستطيعون أن يستفيدوا من هذه المزايا لأنهم يشترون عملة اليورو من السوق الموازية ونعرف أن هناك خبراء من البنك الدولي هنا في الجزائر من أجل نظر وإعطاء حلول مع البنك المركزي الجزائري من أجل افتتاح ربما ما كاتب صرف الجزائرية من جهة أخرى ارتفاع عائدات البترول والغاز التي تحصلها الجزائر بالدولار أساسا وتجاوز سعر الدولار لسعر اليورو سيسمح بتسجيل فائض في الميزان التجاري لعام 2022 بعشرين مليون دولار بحسبة بسيطة نقول أنه فائض في الميزان التجاري هذه السنة قد يكون ما بين 15 إلى 20 مليار دولار طبعا هذا المبلغ سيكون مبلغ تاريخي وقد لم تحبق الجزائر سابقا حتى ولما كانت هناك زمن بحبوحة كان هناك ارتفاع ماهور في الواردات التي وصلت إلى 50 مليار دولار إيجابية عديدة لصالح الاقتصاد الوطني ستمده حتما بنفس طويلة وستسهم بشكل كبير في تحقيق إقلاع اقتصادي وولوج غمار المنافسة العالمية